دائما بيأخذنا الحنين إلى الماضي وذكرياته الجميلة ونجوم زمان دائما بيسعدون بأعمالهم المتميزة وسوف نستعرض لكم عدد من الصور لأجمل نجوم زمان الصورة الأولى معنا للفنانة سعاد حسني والفنان كريم عبد العزيز عندما كان طفلا وهذه الصورة من كواليز فيلم المشبوه والذي تم إنتاجه في عام 1981 وكان بيشارك سعاد حسني في بطولة هذا الفيلم الفنان عدل إمام وسعيد صالح الفنان أحمد راتب وصورة جميلة له مع بناته السلاسة لمياء ولبنى ولميس وكان معروف عن الفنان أحمد راتب أنه بيقدس الحياة الأسرية الفنان أحمد زكي وجهان السادات وصورة جميلة لهما وتم التقاط هذه الصورة أثناء تحضيره لفيلم أيام السادات وكانت جهان السادات حريصة على حضور تصوير بعض مشاهد الفيلم وتم إنتاج هذا الفيلم في عام 2001 وكان بيشارك أحمد زكي في بطولة هذا الفيلم الفنانة ميرفت أمين والفنانة منا زكي العندليب الأصمر عبد الحليم حافظ والفنان عماد عبد الحليم وصورة جميلة لهما وتم التقاط هذه الصورة في عام 1973 حيث أن الفنان عبد الحليم كان متبني فنيا الفنانة الجميلة سعاد حسني وصورة طريفة لها وتم التقاط هذه الصورة لها في عام 1966 الفنانة الكبيرة سلوى عثمان وصورة جميلة لها ما بين الماضي والحاضر وسلوى عثمان هي ابنة الفنان عثمان محمد علي وهي من موليد 20 مارس في عام 1959 وتبلغ من العمر 64 سنة الفنان الراحل يوسف داود وصورة جميلة له في سن الشباب وأثناء تأديته للخدمة العسكرية الفنانة فاردوس محمد وصورة جميلة لها مع ابنتها وفاردوس محمد قدمت العديد من الأعمال الفنية مع كبار فناني الزمن الجميل كما أنها من أفضل الفنانات التي قامت بدور الأم الموسيقار فريد الأطرش وصورة جميلة له مع كاميليا ابنة الفنانة أسمهان الفنان عزة أبو عوف وصورة جميلة له مع شريف ابن الفنانة مها أبو عوف الفنانة مها أبو عوف وصورة جميلة لها مع ابنها شريف وهي صورة ما بين الماضي والحاضر وقد توفت الفنانة مها أبو عوف بعد صراع طويل مع مرض السرطان في يوم 6 يناير في عام 2022 وكانت تبلغ من العمر عند رحلها 65 سنة صورة بتجمع بين عمالقة الزمن الجميل وبيظهر معنا في الصورة الفنان فريد شوئي والفنان كمال الشناوي وإبراهيم يسري الفنان خالد صالح مع ابنه أحمد خالد صالح عندما كان طفلاً وأحمد خالد صالح من موليد 26 نوفمبر في عام 1992 ويبلغ من العمر 30 سنة الموسيقار هاني مهنة وصورة جميلة له مع ابنته هنادي مهنة وهنادي مهنة جمالها جمال رباني فكانت طفلة زي الأمر وهنادي من موليد 28 يوليو في عام 1997 وتبلغ من العمر 26 سنة الفنان سمير غانم والفنانة نجلاء بدر عندما كانت في سن الطفولة ونجلاء بدر أيضاً كانت طفلة زي الأمر وهذه الصورة كانت أثناء تصوير سمير غانم للفوزير والتي تم إنتاجها في عام 1983 وكانت نجلاء بدر في هذه الصورة بتبلغ من العمر تسع سنوات فهي من موليد 6 أكتوبر في عام 1974 وتبلغ من العمر 49 سنة الفنان أحمد حلمي ومجدي كامل وصورة جميلة لهم في البدايات حيث كانت بتجمعهم علاقة صداقة قوية وهذه الصداقة مستمرة حتى الآن الفنان رشدي أبازة وصورة جميلة له مع أحد المعجبين البسطاء وتم التقاط هذه الصورة في عام 1979 وأثناء تصوير أحد الأعمال الفنية الفنانة رانيا محمود ياسين ومريهان الريس ابنة الفنانة مديحة كامل وصورة جميلة لهما حيث كانت بتجمعهم علاقة صداقة قوية في هذه الفترة الفنان حسين الشربيني وصورة جميلة له مع بناته سوها ونها وهي صورة جميلة واضح فيها بساطة هذا الفنان لأنه بيظهر في الصورة وهو قاعد على الأرض وبياكل على الطبلية واضح من الصورة إنه إنسان بسيط ومنزله بسيط وكان معروف عنه إنه إنسان ملتزم دينيا وأخلاقيا الفنان أحمد زكي وصورة جميلة له مع والدة الفنانة هالفؤاد وجدة ابنه هيسم وتم التقاط هذه الصورة في عام 1995 وبعد وفاة الفنانة هالفؤاد وهي صورة واضح فيها المحبة والإحترام فرغم انفصاله عن الفنانة هالفؤاد منذ سنوات عديدة إلى أن الحب بظل موجود بينه وبين حماته السابقة وخاصة هي التي راعت هيسم بعد وفاة الفنانة هالفؤاد سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة والفنانة نيلي كريم وصورة جميلة لهم من كواليس مسلسل وجه الأمر والذي تم إنتاجه في عام 2000 وكان بيشارك فاتن حمامة في بطولة هذا المسلسل الفنان أحمد رمزي والفنانة غادة عادل الفنان فريد شوقي والفنانة شريهان وصورة من كواليس فيلم قطة على نار وهذا الفيلم تم إنتاجه في عام 1977 وكان من بطولة الفنانة بوسي والفنان نور الشريف الفنان فؤاد المهندس وعد الإمام وعبد المنعمة بولي وصورة جميلة لهم أثناء تكرمهم في أحد المهرجنات الدولية الفنانة فايزة أحمد والموسيقار محمد سلطان مع أولادهم التوأم طارق وعمر وهي صورة جميلة واضح فيها المحبة والتربط الأسري اللي كان بيجمع بينهم الفنان شفيق نور الدين مع ابنه الفنان نبيل نور الدين وصورة للفنان نبيل نور الدين ما بين الماضي والحاضر الفنانة رجاء حسين وصورة جميلة لها في البداية وهذه الصورة من كواليس فيلم التلميذة وهذا الفيلم كان من بطولة الفنانة شدية وحسن يوسف الفنان عبد المنعمة بولي وصورة جميلة له مع زوجته وأحفاده وعبد المنعمة بولي تزوج خلال حياته مرة واحدة فقط وأنجب سلاسة من الأبناء ولدان وبن وكان له سبعة من الأحفاد الإعلامية فريدة الزمر وصورة جميلة لها في البداية وفريدة الزمر هي من كبار الإعلاميات في التلفزيون المصري وهي والدة الإعلامية والمزيع هند رشاد الفنانة سماح أنور وصورة جميلة لها مع والدتها الفنانة سعاد حسين ووالدها الكاتب أنور عبد الله الفنانة نعيمة عاكف والفنان محمد فوزي وصورة جميلة لهم من كواليس فيلم يحلوة الحب وهذا الفيلم تم إنتاجه في عام 1952 وكان بيشاركهم في بطولة هذا الفيلم الفنان سليمان نجيب والفنانة زينات صدقي الفنانة كريمان وصورة جميلة لها مع ابنها شرين مهدي وهذه الصورة صورة حديثة لها وقبل رحلها بعدة أشهر فكانت في هذه الصورة بتبلغ من العمر 85 سنة ومع ذلك ما زالت جميلة رغم تقدمها في العمر وكريمان قدمت العديد من الأعمال الفنية والتي نالت نجاحا جماهريا كبيرا ومن أبرز هذه الأعمال درها في فيلم تمرحنة وفيلم الهاربة ومراتي مدير عام مع الفنانة شدية والفنان صلاح زلفقار رحمها الله رحمة واسعة ورحم جميع النجوم الزمن الجميل وشكرا جزيلا لحضراتكم لحسن المتابعة ترجمة نانسي قنقر شكرا